موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقاصد لقد كفرت أوروبا المسيحية بالدين ونصبته العداء وأقامت حضارتها على أنقاضه بعدما رأت في الدين الذي حكم القارة العجوز بفهم الأساقفة والقساوسة رأت فيه تعارضا مع الفطرة ومع العقل في الحضارة الإسلامية كانت الصورة معكوسة حيث احتفى هذا الدين الحنيف بالعلم ورفعه مكانا عليا وحض عليه وربطه بعلو المنزلة في الدنيا والآخرة وإنشأ حضارة عظيمة على أساس من العقيدة والعلم في حلقة اليوم نتوقف مع ما هي العلم المحتفى به في الإسلام وصور هذا الاحتفاء كما نتحدث عن مقاصد العلم وثمراته في التصور الإسلامي تفاصيل هذا الموضوع تأتيكم بعد هنيها يسعدني الترحيب بضيف الحلقة الدكتور وصفي عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية أهلا ومرحبا بكم دكتور حياك الله أستاذ المشاهدين حقيقة دكتور الإسلام سبق كل الديانات والشرائع وحتى ربما الحضارات المادية بقضية العلم والاحتفاء به لم يكن هناك تقدير للعلم في دين أو شريعة سواء كانت سماوية أو حتى أرضية احتفت بالعلم ورفعته هذه المنزلة والمكانة مثل الإسلام نريد أن نعرف ما هيّة هذا العلم المحتفى به في الإسلام ما هذا العلم؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد العلم في الإسلام له منزلة لم تذكر في كتاب سابق ولم ترد في أمة سابقة والعلم في الإسلام لماذا اهتم الإسلام بالعلم؟ دعنا أولا نبين تجليات هذا الاهتمام في الإسلام يكفينا فقط أن أول كلمة نزلت من القرآن الكريم هي إقرأ إقرأ باسم ربك الذي خلق ما هذه الدلالة؟ أنا أبدأ أسألك عن دلالة دلالة أنه يعني أول شيء في الإسلام هو إقرأ أول وحي في الإسلام هو إقرأ والقراءة هي باب العلم وإقرأ باسم ربك الذي خلق القراءة لابد أن تكون باسم ربك الذي خلق لا تكون قراءة باسم غير الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم فيه مئات الآيات مئات الآيات والكلمات والجزور اللغوية التي تتفرع عنها مشتقات من العلم ومن الفكر ومن التدبر ومن التفكر ومن النظر في السماوات والأرض ومن التدبر في مخلوقات الله وكل هذه الجزور وهذه الألفاظ والدلالات ومن الأمر بالعلم ومن بيان منزلة العلم والعلماء مما سنقوله الآن ما لا يمكن أبدا أن يوجد في رسالة أخرى ولا كتاب آخر ولا نزل مع نبي آخر لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو خاتمة الكتب وقد ضمنه الله سبحانه وتعالى كل ما تفرق في الكتب الأخرى وزاد عليه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه والله سبحانه وتعالى قرن شهادة العلماء بشهادته شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله سبحانه وتعالى بيّن طبيعة هذا العلم في الإسلام وأورده في سياق يدل على شمول مفهوم العلم وليس العلم كما يذكر ينصر في الزهن فقط إلى العلوم الشرعية على شرفها وجلالتها وأنها بالفعل أشرف العلوم وأعلى العلوم كما قال العلماء لكن الله سبحانه وتعالى أتى بالعلماء وذكر أن الذي يخشاه من الناس أو من عباده هم العلماء في سياق آخر غير سياق العلوم الشرعي الله تعالى يقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء الآية تقول ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الأنعام والجبال والدواب الآية كذلك يعني أنظر إلى هذا السياق سياق مخلوقات سياق كوني سياق لا علاقة له بالعلم الشرعي المعروف علوم القرآن وعلوم السنة وعلوم الفقه والأصول ثم يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء كثير من الناس حينما تذكر هذه الجزئية من الآية ينصرف الزهن إلى علماء الشرع وهي جاءت أصلا في سياق علوم الكو علوم التأمل في هذا الملكوت علم الفلك علم علوم السماوات علوم الأرض علم الجيولوجيا وإلى غيره من العلوم الله سبحانه وتعالى حتى في السنة النبوية حديث الشجرة حديث الشجرة اللي هو ابن عمر حينما سأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الشجر وكذا فقال ابن عمر ألقي في نفسي أنها النخلة فلما لم يعرف أحد طبعا ابن عمر استحيى لصغر سنه وهو قاعد بين عمالقة الصحابة أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم دل لهم على أنها النخلة فلما حكى ابن عمر لأبيه ذلك قال وددت أنك لو قلت النخلة الإمام البخاري حينما بواب هذا الباب بوابه بكلمة لطيفة جدا قال اختبار الإمام للرعية للاطلاع على مدى ما عندهم من علم ساعة علمه نعم مدى ما عندهم من علم يختبرهم في ذلك فأطلق العلم هنا على معرفة النباتات على معرفة ما في البيئة وهو علم فإذن العلم في الإسلام هو كل ما ينفع الناس كل ما فيه منفع للناس ويمكس في الأرض ويبقى ليخدم الناس ليقوم بمصالح الناس فهو علم في الإسلام وهذا بخلاف ما كان في العصور الوسطى في الكنيسة الكنيسة التي حربت العلماء وقرصنة الدين لحسابها وحربت العلماء وعلقتهم على المشانق لأن ما يقولونه ربما يكون فيه قطر على سلطتهم أو يتعارض مع ما يعتقدونه وما يقولونه من علوم فشنقوا العلماء وقتلوا العلماء عندنا العلماء في الإسلام هم بمثابة الأنبياء ليسوا أنبياء طبعا ولا رسلا وإنما هم حاملوا وراسة هذه المشكاة وراسة النبوة العلماء وراسة الأنبياء والأنبياء لم يورسوا دينارا ولا درهما وإنما ورسوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر حينما يقرن الله شهادة العلماء بشهادته حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء يوم القيامة لماذا؟ لأن الإسلام لا يحرسه إلا صنفان من الناس العالم بفكره وقلمه والمجاهد بسيفه وبدمه يبزله في سبيل الله دفاعا عن دين الله وعن مصالح المسلمين ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم استخدم كلمة النفير في الجهاد وفي العلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض ثم يقول انفروا خفافا وسقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وهنا يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين والإمام القصاص يقول ان جهاد العلم مقدم على جهاد السيف لماذا؟ لأن السيف بلا علم سوف يطيش ويضل ويفسد في الأرض في هذه النقطة دكتور وصفي يعني أنا كنت سأرد على هذه النقطة العلم في الصرح الإسلامي هناك الجهاد هناك الزكاة هناك الصلاة وكثير من الشعائر والعبادات ما منزلة العلم في الصرح الإسلامي الكبير هذا؟ ما القيمة التي أعطاه إياها؟ نعم القيمة هي ما نقوله الآن القيمة هي إعلاء منزلة العلماء القيمة هي أن هؤلاء العلماء يحملون مراس النبوة القيمة أن هؤلاء العلماء يبلغون عن الله سبحانه وتعالى القيمة أن هؤلاء العلماء منزلتهم يوم القيامة منزل عليا الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات من الذي سيتولى هذه الرفعة؟ الله سبحانه وتعالى هون العلم الشرعية المخصص في هذه الآية نعم كل العلم كل العلم الذين أوتوا العلم نحن قلنا العلم في الإسلام هو كل ما ينفع الناس سواء كان علما شرعيا أو علما كونيا أو حتى العلوم الصناعات والمهن اللي ذي للإستباكة والإستباحة والخياطة إلى آخره طيب دكتور أنا مضطر أن أعود معك إلى قضية إقراءة حينما تنزل أول كلمة في القرآن على رأي كثير من العلماء أنه إقراء ما القراءة هنا؟ ما دلالة القراءة؟ هل أراد الإسلام أن يخاطب العقل البشري ويرفع من وزنه؟ ثم أي نوع من القراءة التي تفضي إلى ماذا؟ القراءة هي التي تفضي إلى خشية الله سبحانه وتعالى الله تعالى يقول اقرأ باسم ربك باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق شوف حتى هنا في السياق لم يقل اقرأ باسم ربك علم أصول الفقه والعلم الحديث ولا كذا اقرأ باسم الذي خلق الإنسان من علق انظر إلى هذا الخلق كيف خلقه الله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم حينما تقرأ وحينما تبزل الجهد وتصار الليالي وترجع إلى العلماء وتستشكل وتسأل وتستفسر وربك الأكرم سيكرمك الله تعالى وافتح لك الأبواب والذين اهتدوا زادهم هدى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سأعود إلى الآية التي تفلتت من ذاكرتي ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به سمرات مختلفا ألوانها سمرات دا النبات ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود دا الجماد ومن الناس والدواب والأنعم كذلك دا الحيوان إنما يخشى الله من عباده العلماء ولذلك مسألة بقى فصل العلم عن الدين وعن الحياة وعن أصد التصور العقدي والشرعي هذا غير صحيح لماذا؟ لأن العلم أصلا شامل كل هذا العلم موجود علم عقدي علم شرعي علم كوني علم أرضي علم في المخلوقات لكن دكتور يخشى من كلامك هذا يعني من هذه الطريقة دكتور يخشى من كلامك أن يصب فيما يذهب إليه العلموية بمعنى تقديس العلم وجعله إلها مستقلا عن الشريعة لا 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 أبدا نشوف العلم مدام العلم علما بشريا فهو خاضع للتمحيص وخاضع للأخذ والرد مدام ليس نصا شرعيا واضحا ومدام نصا شرعيا طبعا قرآن أو سنة صحيحة ثابتة فكل ما سوى ذلك تحت إطار المراجعة والنقد وكذا لكن نحن نتكلم هنا عن المجمل وليس عن التفصيل نتكلم عن منزلة العلم مكانة العلماء ولذلك العالم يجب أن يحترم نفسه ويجب أن يقدر الرسالة التي يعني يقوم بها ويجب أن يعني يقدس هذا العلم وهذه المنزلة والمكانة في الدنيا والآخرة ويعمل بمقتضاها لا أن يخون رسالة هذا العلم ولا أن يأتي بما يتناقض مع مقتضيات هذا العلم من القيام بحقه ومن تبليغه كما هو ومن الصدع به مهما كانت النتائج ومن يعني مجابهة الفساد الموجود في كل زمان ومكان كما كان علماؤنا الصالحون رضوان الله عليهم العلماء الربانيون الذين قاموا بمقتضى هذه الرسالة وبلغوا وبيّنوا وقاموا بواجبهم كما أمر الله تبارك وتعالى فنحن أمام رسالة إسلامية تجعل من العلم حتى شوف هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القاضي إذا حكم أو إذا اكتهد المجتهد وأصاب فله أجران وإذا اكتهد وأخطأ فله أجر واحد حتى على الخطأ يؤجر المجتهد لكن يشترط أن يكون مجتهدا فلا يوجد هذا الكلام في أي رسالة أخرى ولا في أي قانون ولا في أي أعراف في العالم ولا في التاريخ أن يساب المجتهد على الخطأ لماذا يساب على الخطأ أجرا واحدا لأنه اكتهد مجرد الاكتهاد يسيب عليه الإسلام هذا فقط يكفي لأن هذا غير موجود على الإطلاق أن يساب الإنسان إذا أخطأ إذا أخطأ لكن اكتهد هو اكتهد لكن إذا أصاب فله أجرا أجر الاجتهاد وأجر الإصابة أما إذا أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وليس له شيء على خطأه فنحن هنا أمام رسالة تفتح الباب على مصرعي رسالة ترفع منزلة العلماء في الدنيا وفي الآخرة إن الله سبحانه وتعالى إن الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع لطالب العلم رضا بما يصنع طب هذه النصوص التي سقطها كلها وهذه المنزلة في سياق الندب والحظ أم في سياق الوجوب الإجابة ما إحنا عندنا فرض كفاية وفرض أعيان نعم اختصار لا توضح لنا نعم يعني فرض الكفاية كما نعلم هو ما تقوم به مجموع عن الأمة لتتحقق الكفاية في هذا المجال الأمة هذا معنى فرض الكفاية وليس يعني كما يعرفه البعض إن ما قام به البعض سقط الإسم عن الآخرين ماشي هذا موجود صحيح وهو صحيح لكن المفهوم الحقيقي لفرض الكفاية هو ما تتحقق بالقيام أو بقيام مجموعة به كفاية المجتمع لا بد أن تتحقق الكفاية وإلا لا يمكن أن يسمى فرض كفاية فالعلوم من حيث العلوم ينبغي أن يكون فيها مختصون أن تكون في كل زاوية من العلوم في كل مجال في كل حقل من الحقول المعرفية والعلمية أن يكون فيها من الناس العلماء المختصين ما يتحقق به الكفاية للمجتمع يعني الإمام أبو حمد الغزالي كان يشعر بالأسى والحزن حينما يتأمل في أحوال بلدته ويقول إني أرى الناس متطاحنين متنازعين متشاغبين في مسائل الكلام اللي هو الأسماء والصفات والتأويلات وكل هذا الكلام الموجود في التراث عندنا ولا يجد طبيبا واحدا إلا طبيبا نصرانيا الإمام أبو حمد الغزالي حتى في كتاب الإحياء وهو من أعظم الكتب التي تحدثت في هذا يقول أن علوم الدنيا علوم الطب علوم الهندسة علوم الفلك علوم الأرض علوم الحياة بشكل عام ينبغي أن يمهر فيها المسلمون يتخصص فيها المسلمون والأسف هذه العلوم الآن وإن كان عندنا نحن المسلمين عدد لا بأس به من المختصين فيها لكن شمسها تشرق من الغرب العلوم الدنيوية شمسها تشرق من الغرب وحتى الجوائز العالمية لا يحصل عليها إلا أناس غربيون ومن النادر أن تجد واحدا من العرب أو من المسلمين يحصل على ذلك دكتور هذه قضية الجوائز فيها كلام ثم تمنى يقول بأنها مسيسة لكن أنت قلت بأن العلم الكفائي وهذه نقطة مهمة أريد أن أفصلها معك هو ما تتحقق به كفاية المجتمع إذا قامت به فئة من المجتمع دون الأخرى حققت الكفاية الآن الكثير من المسلمين يتعلمون سواء علوم الشريعة أو حتى العلوم الزمنية الدنيوية علوم الحياة يتعلمونها طرفا أو لتحصيل معاشهم أو بغض النظر عن حضور فكرة كفاية المجتمع من عدمه لذلك ترى مثلا أو أضرب لك مثلا في سوريا مثلا كل الناس ذهبت إلى الطب صار عندنا ربما لكل ألف ربما إذا لست مبالغا ربما لكل ألف إنسان طبيب بينما هناك نقص شديد في مواقع أخرى يعني هل هذا المطلوب المقصود في الشريعة؟ لا طبعا ليس هذا المقصود في الشريعة وهذه مسؤولية الحاكم لأن الحاكم وهو في مكانة مرتفعة حسيا في المجتمع يرى ويتأمل في المجتمع وينظر احتياجات المجتمع فإذا كان هناك مجال فيه كفاية لا يحفز لهذا المجال وإذا وجد مجالا فيه نقص ييسر أموره ويحفز عليه ويرصد له المكافآت والمنزلة وييسر له الوظائف في المستقبل حتى يقبل الناس عليه ليتحقق بذلك التوازن في المجتمع وتحقيق الكفايات في كل مجال من المجالات فهذا من الفرائض وجود هذه النخبة أو المجموعة من العلماء في كل مجال من الفرائض وما سوى ذلك خلاص على سبيل الندب لكن هناك من فروض الأعيان ما لا يسع المسلم أن يجهله وهو الفروض التي لا يصح تعبد المسلم لله إلا بها مثل معرفة أحكام الطهارة أحكام الصلاة أحكام الصيام أحكام الحج إن كان من أهلها أحكام الزكاة إن كان من أهلها أحكام الزواج إن أقبل علي أحكام المهن المختلفة إن كان تاجرا ما أحكام التجارات ما أحكام المعاملات ما أحكام المشاركات والمضاربات إن كان طبيبا ما أحكام من الأحكام الشرعية للطب إن كان مهندسا ما الأحكام الشرعية التي تتحكم هذه المهنة وهكذا هناك فقه المهن معروف وموجود ويدرس أيضا في الكليات فهذه فروض أعيان يجب على عين كل مسلم كل مسلم بعينه يجب عليه وجوبا شرعيا أن يتفقها في هذه الأحكام لكن توفير حد الكفاية في مجال من المجالات هذا فرض على الأمة فرض على كل مجتمع أن يوجد فيه ما يحقق كفايته من هذه العلوم وقد وصلنا إلى الحديث وهذا سنبحثه بعد الفاصل عن مقاصد العلم وثمراته وكذلك وظيفته في الإسلام في التصور الإسلامي لنا وقفة قصيرة ثم نعود لمواصلة الحديث مشاهدين الكرام ننويه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد أسعدكم الله وهذه عودة لمواصلة الحديث عن منزلة العلم ومقاصده في الإسلام وحديثنا في هذه الحلقة مع دكتور وصف عشورة وزيد دكتور نريد أن لو نختصر قليلا حتى ننتقل المحور التالي صور الاحتفاء الإسلامي بالعلم نعم يعني طبعا نحن نحن تاريخنا من حيث النظرية ومن حيث التطبيق لا يوجد تاريخ مثله في طلب العلم في الاهتمام بالعلم حيث الموائمة بين نظرية والتطبيق في الإقبال على العلم نعم نحن عندنا مدونة ما يشبه بالمدونة طبعا بعد النصوص الشرائية عندنا أيضا نصوص حافلة وهائلة في الحضة على العلم وبيان طبيعة العلم وإبراز منزلة العلم والعلماء في الدنيا والآخرة عندنا مدونة من المؤلفات في تاريخنا ليست لأمة من الأمة عندنا يعني حتى بعض العلماء عنده خمس أو ست كتب واحد زي الخطيب البغدادي مثلا المحدث المعروف لا وحوالي خمسة كتب في طلب العلم في الرحلة في طلب الحديث في الجامع بين الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع وابن الجوزي وابن الجوزي طبعا كاتب كتب كثيرة صيد الخاطر كتابه يعني صيد الخاطر هو عبارة عن خواطر تحدث فيه عن حالهم تحدث طبعا تحدث وسنتكلم عنه الآن ابن الجوزي يعني طبعا نحن عندنا أقول مدونة مدونة في ما ألف في طلب العلم في القديم والحديث على السواء وآخرهم الشيخ أبو غدا وبعده علماء كثيرون أبو غدا له كتابا عظيما في ذلك منهما كتاب صور من حياة العلماء في تحصيل العلم في الشدائد العلم والتحصيل يعني لو ذهبنا إلى الأئمة الكبار واحد زي الإمام مالك مثلا رحمه الله الإمام مالك ده تعلم على علماء كثر حوالي سبعين شيخ لم يجلس الإفتاء إلا بعد أن تعلم على سبعين شيخا الإمام مالك ده رحمه الله باع سقف بيته من أجل أن يطلب العلم وأن يشتري الكتب وكذا تلميزوا الإمام بن القاسم وده أبرز تلامزة الإمام مالك لهو أصلا كان يرجع إليه أئمة المذهب في تقرير قول مالك قال لازمت مالكا سبع عشرة سنة ما غادرته أبدا ولما جاء الحجاج من مصر ابن القاسم مصري وغادر من مصر إلى المدينة ليطلب العلم عند مالك رحمه الله قال لما جاء حجاج مصر فإذا برجل ملسم أتى فسلم على مالك وقال هل فيكم ابن القاسم قالوا نعم ها هو ابن القاسم فقال فاحتضنني ابن القاسم يقول فاحتضنني هذا الرجل فشممت رائحة ولدي فعرفت أنه ولدي الذي تركت أمه حاملا فيه وبعد سبعتاشر سنة جاءه ولده واحتضنه في هذا المشهد طبعا هنا يعني لابد من الموازنة طبعا بين طلب العلم وبين الواجبات الأخرى عبيد ابن يعيش وده عالم معروف قال ما أكلت بالليل بيدي أبدا منذ سلاسين سنة لم يأكل بيده مالكا بيأكل إزاي قال إنما كانت أختي تلقمني الطعام وأنا مشغول بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام بن القيم رحمه الله تعالى لم يكن يأكل كما نأكل نحن الآن الصفرة وضع والأنواع وكذا ويأكل بالشوك وبالسكين وبالمعلقة لا كان الإمام بن القيم يطحن له الطعام حتى لا يستغرق وقتا في مضغه وكان يقول بين أكل هذا وأكلكم قراءة أربعين آية كان بيحسبها كده بالآيات عندنا نووي نسي الزواج ونسي حياته شيء عجيب الإمام الشفعي قيل له كيف شهوتك للعلم قال أسمع بالحرف مما لم أسمع به من قبل فتود أعضائي أن لها آزانا تتنعم بما تنعمت به الأزنان قيل فكيف طلبك له قال طلب المرأة المضلة لولدها ليس لها غيره قيل لابن عباس إلى كم تكتب هذا العلم فقال إذا نشط فهو لزتي وإذا اغتنمت فهو سلوة الإمام البخاري تلميذ ابن أبي حاتم يروي عنه يقول كنت معه في سفر وكان يجمعنا سقف واحد كانوا ينامون في غرفة واحدة ينامان يقول فالإمام البخاري ينام على السرير خلاص جاء وقت النوم ونام فإذا ما جاءت فكرة في عقل البخاري قام وأشعل الاستراج ودون على حديث رسول الله ما جاء في عقله من أفكار ثم يرجع إلى النوم فتأتيه الفكرة فيقوم ويضيء السراج ويدون كهكذا يقول يستيقظ هكذا في الليلة سبع عشرة مرة أو عشرين مرة في الليلة الواحدة الإمام عيسى بن موسى رحمه الله تعالى يقول مكست سلسين سنة أشتهي أن أشارك العامة في أكل الهريسة من السوق فلا أقدر على ذلك لأجل البكور إلى سمع حديث الرسول الصلاة والإمام بن الجوزي رحمه الله تعالى الذي ذكرته الآن يقول ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأيت كتابا لم أره من قبل فكأنما وقعت على كنز وإذا قلت إنني قرأت عشرين ألف مجلدا كان قليلا وما زلت بعد في طلب العبو وروا قصته في صيد الخاطر أنه حينما كان يأكل الخبز اليابس ويشربه مع الماء عندنا رئيسة في بغدار عندنا قصص وحكايات يعني يزهل لها العقل يتصاغر أمامه الإنسان هذا العلم الذي احتفت به الشريعة نعم واهتم به العلماء فقهوا أهمية العلم وأرادوا أن يقابلوا الله برصيدة كبيرة من العلم بأهمية وجلالة العلم في الإسلام نعم ما مقاصده؟ نعم مقاصد العلم هذا باب عظيم جدا وهذه نقطة ربما لم يكتف فيها كثيرا وأنا أدعو الإخوة المهتمين الأساتذة والعلماء والباحثين أن يكتبوا في هذا الدكتور أيمن صالح له بحث ممتاز جدا في هذا عن مقاصد العلم الشرعي وأستاذنا الدكتور الرئيسوني له بعض المحاضرات لكن هذا الأمر بكر بالفعل ويحتاج إلى استقراء الآيات القرآنية والنصوص النبوية وسير العلماء واستخراج هذه المقاصد وإبرازها لأن لها دورا مهما جدا في تجديد العلوم في أساليب التدريس في طرق التعلم في الموضوعات التي تختارها في الكتب التي تختار قراءتها مقاصد العلم تحكم عملية التعلم وتحكم عملية التعليم وتحكم وضع المناهج وتحكم طرق التدريس فهذا مهم جدا في التعليم الشرعي مسألة التعليم الشرعي هذه ونحن أمه ما زلنا متخلفين في التعليم الشرعي نحن نريد أن ننهض بهذا التعليم الشرعي ونحن عندنا في اتحاد علماء المسلمين لجنة التسكية والتعليم الشرعي نقول يجب النهضة بالتعليم الشرعي هذه النهضة لا يمكن أبدا أن تكون إلا من خلال الوقوف على مقاصد العلم ومقاصد التعليم الشرعي من مقاصد العلم مثلا أو من مقاصد العلم في الإسلام والتعليم بشكل عام امتسال أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله الله سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله اقرأ باسمه أفعل أمر تدل على الوجوب وهناك هذه المدونة الكبيرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي سقنا بعضها تدل على أهمية هذا العلم ومن يسلك سبيل العلم فهو في معية الله فهو يمتسل أمر الله يقوم بتنفيذ الأوامر القرآنية والأوامر الموجودة في السنة النبوية المتعلقة بطلب العلم فهو تكليف هذا العلم وهذا التعليم تكليف من الله سبحانه وتعالى فمن يقوم أو من يقوم بعملية التعليم أو يسلك نفسه في سبيل العلم فإنما هو ينفذ أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أيضا من مقاصد العلم أن العلم هو حفظ ميراس النبوة ودي وظيفة العلماء أن يحافظوا على هذا الميراس العلماء لم يورسوا دينارا ولا ديرهاما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ورسوا العلم فهذا الميراس ميراس النبوة هذا ينبغي أن تقبل الأمة عليه وأن تحافظ عليه وأن لا تخون رسالته وأن تقوم بمقتضاه مقتضاه هو التعلم والعمل والتعليم وهو ده طريق الربانية وهذا مقصد آخر أن العلم هو طريق الربانية من أراد أن يكون ربانيا فعليه بالعلم الله تعالى قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون ابن عباس قال فقهاء علماء والإمام ابن القيم يقول لا يبلغ الإنسان أن يكون ربانيا إلا إذا علم وعمل وعلم فمن عمل علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات فهذا هو الرباني العلم هو طريق الربانية من غير العلم لا يمكن للإنسان حتى لو عبد الله ألف سنة بدون علم فعبادته قد تكون باطلا عبادته قد تكون فيها بدع فيها يعني فساد إلى آخره أيضا من مقاصد العلم أنه للعمل العلم لا يقصد لذاته وإنما جعل العلم للعمل للعمل الصحيح للعمل الصحيح طبعا ما هو لن يكون العمل صحيحا إلا بالعلم أولا ولذلك الإمام البخاري بوب بابا في صحيحه بعنوان باب العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل لماذا؟ لأن العلم هو القائد هو الذي ينير الطريق والذي يوضح السبيل فالعلم جعل للعمل إن العلم ينادي بالعمل فإن استجاب يعني العمل وإلا ارتحل يعني العلم فإن لم يعمل الإنسان بعلمه لا بد أن يرتحل هذا العلم والسلف قالوا من عمل بما علم ورسه الله علم ما لم يكن يعلم والإمام مالك رضي الله عنه يقول ليس العلم بكسرة المسائل وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده هذا العلم هو الذي يورث النور النور ما معنى النور؟ هل النور الإنساني ماشي في الشارع وهو مضيء كالمصباح؟ لا النور معنى أن يرزقه الله تعالى فرقاناً ينير له طرق الباطل ويبين له طريق الحق والله سبحانه وتعالى يقول ويرى الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبه الإخبات يعني العلم هنا طريق للإخبات وطريق للإيمان الصحيح وطريق للإدراك الأمور على حقائقها ويرى الذين أوتوا العلم أنه الحق أن هذا الوحي وهذا القرآن هو الحق وهذه الرسالة هي الحق فيؤمنوا به من الذي قادهم إلى الإيمان معرفة الأمور على حقائقها ومن الذي قادهم إلى معرفة الأمور على حقائقها العلم ويرى الذين أوتوا العلم ثم بعد ذلك يسمر هذا كله الإخبات فتخبت له قلوبهم من مقاصد العلم أيضاً أنه ينيل الإنسان سواب الدنيا والآخرة سواب الدنيا والآخرة منزلة العلماء يوم القيامة معروفة ومشهودة والإنسان لن يصل إلى هذه المنزلة إلا إذا عمل بمقتضاها أيضاً السعي إلى تحقيق رضى الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة الله تعالى يرضى عن طلب العلم يرضى عن العالم العالم يحوز استغفار كل ما في السماوات وما في الأرض حتى الحيتان في البحر تسبح للعالم تستغفر للعالم يستغفرون لمعلم الناس الخير المهم يعلم الناس الخير فنيل يرضى الله والقرب من الله وتحقيق خشية الله سبحانه كل هذه مقاصد العلم ينبغي أن تنصب أمام طلبة العلم وأمام العلماء حتى لا يزيغوا عن الطريق المستقيم وحتى لا يتنكبوا طرق تبليغ العلم وحفظ العلم وميراس النبوة والقيام بمقتضيات هذا العلم هذا كلام مهم جداً ثم أن هذه المقاصد من فوائدها يعني هناك مقاصد وهناك مقاصد للمقاصد هذه المقاصد التي ذكرناها كانت مقاصد قبل ذلك الآن هي أصبحت وسائل لتحقيق مقاصد أخرى وهي انعكاس هذه المقاصد على العملية التعليمية بكل أركانها وزواياها انعكاسها على المعلم المدرس والأستاذ هذا متعلق بالثمرات طبعاً لو تأذنت لي أن أخر الحديث فيه قبل ذلك نريد أن نعرف منك العلاقة بين العلم والإيمان والتقوى نعم هل العلاقة هنا تكاملية أم العلاقة اعتمادية أم يعني العلاقة لا شك تكاملية التقوى العلم يحقق التقوى واتق الله ويعلمكم الله هناك علاقة يعني ثمت كثير من الناس يقول يعني يزهد في العلماء يرى بعض العلماء أو بعض طلبة العلم أن عندهم نوع يعني معذرة العبرة هذا واقع متحقق بعض طلبة العلم أو الدعاة أو العلماء عندهم نوع من الغرور أو عندهم نوع من الإنعزال عن الناس فيقول أن أعمد الله سبحانه وتعالى ببساطة بعيداً عن ترف العلم وكذا إلى آخر هل هذا كلام صحيح؟ يعني هو من حيث الواقع هو صحيح من حيث الواقع لأنه موجود في الواقع من حيث النظر الإسلامي من حيث النظر الإسلامي لا هناك مقاصد مشروعة لطلب العلم كما ذكرناها هناك مقاصد مزمومة كالذي يقصد العلم وطلب العلم والتعين والتوظف في وظائف العلماء من أجل الشهرة من أجل كسب السمعة من أجل تحقيق المال وتحقيق الأبهة والمكانة والمنزلة واستجلاب حمد الناس وشكرهم من أجل أن تكون له يعني احترامات وحشم منزل اجتماعي كل هذه مقاصد مزمومة وأبو حمد الغزالي رضي الله تعالى عنه يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى أن لا يكون إلا لله فأبى أن يكون إلا لله فالعلم نفسه يقود الإنسان إلى الاستقامة لكن المهم نطلب العلم طلبا حقيقيا نطلب العلم طلبا يرضي الله سبحانه وتعالى ويكون هذا دافعنا من البداية أن يكون طلبنا للعلم بنية نيل السواب بنية حفظ مراس النبوة بنية امتسال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بنية نيل الدراجات العلا في الجنة ووزن هذا المداد المداد يعني الحبر الذي يكتب به العالم هذا الحبر المنقود في هذا القلم أو غيره يعني يوزن يوم القيامة بالدماء بالدماء الشهداء الدماء التي سالت زكية الرخيصة في سبيل الله تخيل واحد بزل روحه في سبيل الله وسال من جسده الدم في سبيل الله ورفعة هذا الدين ونصلحة هذه الأمة يوزن هذا الدم يوم القيامة بهذا المداد الذي يكتب به العالم لماذا؟ لو لا هذا المداد لما أقدم هذا المجاهد في سبيل الله وقدم روحه رخيصة في سبيل الله ما الذي دفعه إلى ذلك؟ العلم العلم بمنزلة الشهادة العلم بأجر الشهداء عند الله ومنزلتهم يوم القيامة بدون العلم لن يستطيع أن يستجيش مشاعره وأن يدفع نفسه في حومات الوغى وفي عرصات القتال والمواجهة ويقدم نفسه ودمه في سبيل الله بالعلم تقاد الأمم بالعلم يتحرك الإنسان بالعلم يعبد الله سبحانه وتعالى نعم عفوا دكتور لماذا سألتك عن العلاقة بين العلم والإيمان والتقوى لأنك في تاريخ الإسلامي وحتى في عصر اليهود وفي عصر النصارى كثير من العلماء ضلوا يعني مثلا واصل ابن عطاء المؤسس في الفرقة المعتزلة كان عالما صفوان ابن جهم أيضا كذلك يعني لذلك سألتك عن العلاقة بين العلم والإيمان والتقوى كيف يكون العلم دالا على الله سبحانه وتعالى لا طريقا إلى الحراف والزير صحيح يعني هذه النمازق موجودة في القديم وفي الحديث وفي المعاصر والأمة لن تعدم علماء ضلين أضله الله على علم كما قال تعالى وكما ضرب مسلاه في القرآن أتيناه آياتنا الله تعالى هو الذي أتاه الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوين ولو شئنا لرفعناه بها ففي الرفعة هنا ولو شئنا لرفعناه بها والله تعالى يشاء أيضا مع مشيئة العبد العبد إذا أراد يسر الله له الأسباب ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهز أو تتركه يلهز ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وهناك حملوا التوراة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار شوف يعني الله سبحانه وتعالى حملهم التوراة وما فيها من هدى ونور كما ذكر القرآن لكنهم لم يحملوا فيعني الله تعالى يضرب لهم مثلا بالحمار وهنا يضرب مثلا بالذين سلخ من الآيات بالكلب فالعلماء نمازجهم متنوعة في التاريخ وفي الوقت المعاصر يعني أليس لنا أليس الآن بيننا علماء ضالون منحرفون بدلوا وغيروا وخانوا رسالة العلم ومراس النبوة موجود لا شك في هذا والناس تستطيع وتقدر أن تميز بين العالم الرباني والعالم غير الرباني وكذلك أيضا الأمة لن تعدم علماء ربانيين صامدين مجتهدين يعني يقبضون على الجمر من أجل حفظ هذا الميراس ميراس النبوة ومن أجل تبليغ رسالة الإسلام كما هي وكما أمر الله ورسوله مهما لاقوا في ذلك من تضييق من حرمان من أمور كانت لهم من اعتقالات من قتل يصل إلى درجة القتل لا يبارون في ذلك أبدا وهذا أمثلته وفيرة بحمد الله تعالى في القديم وفي الحديث وفي المعاصر موجود وسيظل موجودا إلى يوم القيام وهذا وعد الله سبحانه وتعالى لابد أن تظل طائفة من هذه الأمة قائمة بالحق تقول الصدق لا تخشف الله لوم تلائم والله تعالى كما يوجد الفساد يوجد الصلاح كما يوجد علماء الشيطان والسلطان يوجد علماء القرآن والعلماء الربانيون حتى لا يحبط الناس لأنه في الحقيقة حينما يكون هناك عالم مشهور وله حضوره الإعلامي وله مؤلفاته وكتبه وله إنتاجه ثم بعد ذلك يهوي بسبب موقف أو بسبب رأي سياسي منحرف أو كذا فينصدم الناس لا تنصدموا أولا هذه القلوب بيد الله سبحانه وتعالى وهذا بشر يعني وارد أن ينحرف وإذا انحرف لا يلزمنا نحن يلزمنا من يتبع كلام الله وكلام رسوله ومن يقوم بمقتضى هذه الرسالة في الفهم في التعليم في الفتية في الاكتهاد في البلاغ نحن هذا الذي يلزمنا فقط ولا ننصدم بهذه النمازك وهي صادمة بالفعل لكن نعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى وفي هذا السياق ثمت كتاب النفيس لابن الجوزي تلبيس إبليس بيّن فيه طرق انحراف العلماء وفساد عقائدهم وطرقهم بقي أن نتحدث عن ثمرات العلم ولكن بعد فاصل لو سمحت لنا فاصل أخي تتباه وعود الاستكمال ما تبقى من الحلقة اشتركوا في القناة أهلا بكم وصلنا إلى الحديث عن البقية الباقية من حديثنا في هذه الحلقة عن موضوع العلم ومنزلته ومقاصده في التصور الإسلامي وحديثنا دائما في هذه الحلقة مع دكتور وصفي عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية جديد الترحيب بكم دكتور حياك الله أستاذ جاهد دكتور حينما نتحدث عن العلم علم يحصل بطريقة شرعية صحيحة فما النتائج والثمرات التي ينبغي أن تترتب سواء على الفرد أو على المجتمع المسلم الذي يحوي هذا العلم صحيح من المشهور بين الناس يقولوا العلم نور العلم نور هذا العلم هو الذي ينير قلب الإنسان أولا نور يقذفه الله في قلب العبد أو في القلوب كما قال الإمام مالك فهذا النور يضيء للإنسان حياته حياته الفردية وينعكس هذا النور على من حوله يعني العالم إذا مشى في طريق تشعر أن عليه نورا وأن على كلامه نورا وأن له هيبة وأن له سطوة سطوة ليست بالسلاح وليست بسلطان القوة وإنما بسلطان العلم والله سبحانه وتعالى يخضع الناس لسلطان العلم حتى لو كان نبيا لو كان الخضع هذا هو النبي سيدنا سليمان خضع لهدهد شوف الهدهد أحقر مخلوق اللي بيأكل في الددان ويبحث عن طعامه في بطن الأرض من الددان والحشرات أخضع سليمان اللي هو آتاه الله من الملك ما لم يؤته نبيا سبق قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين وقال له قبل ذلك أحط بما لم تحط به هدهد يدل على سليمان بأنه أحاط بما لم يحط به سليمان قال الإمام بن القيم فخضع سليمان عليه السلام للهدهد بسلطان العلم بسلطان العلم فالعلم هذا له هيبة له نور في القلب له إدراك للأمور على حقائقها وهو ما تعرف العلم أصلا العلم هو إدراك الأمور على حقائقها العلم هو الإدراك لكن إدراك ماذا؟ إدراك الأمور على ما هي عليه في الواقع كما هي تمامه في الواقع هذا هو تعرف العلم ولذلك الذي لم يحصل العلم في أي مجال من المجالات لا يمكنه أن يدرك الأمور على حقيقتها على الإطلاق وهذا سيؤدي إلى ضلال وإضلال وانحراف والانحراف يتسع ويعني يرتفع مع الزمن يطول مع الزمن وتبعد الشقة به في طريق الباطل المقاصد التي ذكرناها للعلم الشريف لها انعكاس عظيم جدا وهذا الخطاب نوجهه إلى الإخوة العاملين في قطاعات التعليم والمؤسسات التعليمية في وزارة التعليم العادي ووزارة التعليم العالي في الجامعات في المدارس حتى في الحضانات في الأولى قبل المرحلة الابتدائية هذه المقاصد ينبغي أن نحرص على تحقيقها سواء في المعلم الذي يقوم بعملية التعليم يجب على المعلم أن يراعي هذه المقاصد ويجعل عمليته التعليمية ومهارته في التدريس تفضي بالمتعلم إلى تحقيق هذه المقاصد ويجب على الذين يضعون المناهج أن يحرصوا على أن تثمر هذه المناهج تحقيق هذه المقاصد وإلا لا يكون علما صحيحا يقره الإسلام وكذلك الطالب الطالب لماذا يتعلم لكي يصل إلى هذه المقاصد فكل العملية التعليمية التعليم الشرعي بالذات محكوم بهذه المقاصد ويجب أن يحكم بها وأن يقيم في ضوئها وهذا ينتج لنا أجيالا تصلح بها الحياة تعمر بها الحياة يعمر بها الكون تقاد بها الأمة تقاد بها علوم الحياة كما يقود المسلمون أمورهم ويحاكمونه إلى علوم الشرع فنحن حينما نضع المناهج في هذا الضوء وحينما ينتج المعلم ويقوم بالعملية التعليمية في إطار هذه المقاصد والسمرات وحينما يدخل الطالب المدرسة والجامعة وبعد الجامعة لكي يحقق هذه المقاصد فأنت هنا تعمل عملا مستقبليا خطيرا جدا يحدث تغييرا جزريا في المجتمع التعليم هو أساس النهضة في الحقيقة حينما تخرج أجيالا مشوهة أجيالا لا علاقة لها بهذه المقاصد ولا بطبيعة العلم في الإسلام تخرج أجيالا مشوهة شائها لا تسهم في نهضة ولا تطور مجتمعا ولا تجعل الصولة والجولة للمسلمين أما حين تركز على العملية التعليمية بتفعيل هذه المقاصد في إعداد معلميها في وضع مناهجها في تخريج طلابها لا شك أن الأمة ستتغير في بضع سنوات أنا أزعم وبعض الزعم حق أن الأمة إذا نهضت بالتعليم الشرعي في إطار مقاصده وحتى في التعليم بشكل عام لأنه كل تعليم نافع هو علم شرعي إذا نهضت الأمة بهذا التعليم ستنهض الأمة ويتغير حالها في بضع سنوات إذا قامت بمقتضى هذا العلم وفق مقاصده التي ذكرناه لن تجد من يخليفك إلا في قضية أن يجب أن يسبق هذا ربما تغيير سياسي إقامة حكم راشد لكن حقيقة دكتور تحدثت عن المقاصد وعن الثمرات وإتباعا وقد توسعت في ذلك الآن نحن في عالم إسلامي مليء بالمؤسسات العلمية والهيئات العلمية والعلماء والجامعات ما مدى أو ما نسبة تحقق هذه المقاصد والثمرات في عالم إسلامي يعج بهذه المؤسسات يعني لا شك أن النسبة ستكون ضعيفة إذا ما قمنا بعملية لهذا الموضوع أو لقياسه وهذا الأمر يتحقق بأن تكون كل مؤسسة تعليمية بقياس العملية التعليمية فيها والعلم فيها بشكل عام ومحاكمة هذه العملية كلها من النشأة من التاريخ من المراحل من المناهج من المنتجات التي تنتج من خلال هذه العملية أن يحاكم كل هذا إلى مقاصد العلم في الإسلام ولذلك المقاصد فكرة معيارية فكرة يتحقق بها التقويم تقويم لعوجاج الحاصل أثناء العمل ويتحقق بها التقييم في النهاية ويتحقق بها التضحية ويتحقق بها الاستمرار ويتحقق بها الإتقان والتجويد تجويد العمل وتجويد التعليم وتجويد المناهج كل هذا يتحقق وفق المقاصد إذا لم ترفع يأخذ حتى التجار في حياتهم أو التجار بكسر التأمع تجديدها في حياتهم كل تاجر يقف مع نفسه وقف بعد كل موسم من المواسم ويقيم الوضع وينظر ماذا كسب وماذا خسر على أي أساس على أساس ما رصده لنفسه من قبل من دراسات جدوى ومن غيره كل الشركات تفعل هذا حتى الأفراد رجال الأعمال والتجار يفعلون هذا فلماذا لا نفعل هذا في مؤسساتنا التعليمية وحتى في مؤسساتنا الدينية مؤسسات التعليمية الدينية مؤسسات الإفتاء مؤسسات الأوقاف مؤسسات المجالس الإسلامية العليا في كل بلد مؤسسات الثقافة في كل بلد كل هذا يجب أن يحاكم إلى مقاصد العلم في الإسلام حتى يترشد العطاء وحتى يتحقق السمرات في المجتمع وتنعكس على أفراده إيجابا وكل هذا سيعد بالنفع وبالخير والبركة على الأمة كلها والمجتمعات حينما تنهض تتغير أحوال الأمة إلى طريق راشد وإلى طريق سليم بقي عندنا دقيقتان وهو السؤال التقليدي الذي أتركه للضيف أن يتحدث عن موضوع الحلقة مما لم يرد الحديث فيه نعم مما لم يرد أنا أقول أن وسائل التعليم الآن وسائل العلم أصبحت متاحة للجميع وأصبحت تأتيك وأنت جالس في بيتك من خلال الجوال الهاتف تستطيع أن تصل إلى ما تريد دورات شرعية موجودة كتب موجودة مشايخ موجودون بحمد الله لم يعد الأمر الآن يعني يستحق كما كان الإمام البخاري يحكي مثلا أنه كان رحل رحلة فانقطع به الحال ونفد المال فأكل الحشيش وهو في طلب العلم يأكل الحشيش من الأرض في طلب العلم لم نعد الآن نحن في حاجة إلى مثل هذا العلم يأتيك لعندك في بيتك لكن فقط يجب عليك أن تسلك المنهج الصحيح وأن تتشاور مع العلماء والمختصين فيه ولا نضيع أوقاتنا في هذه الوسائل الكثيرة التي تحرق الوقت وتسرق العمر بشكل بشع دون أن يشعر الإنسان يجب علينا أن نهتم بهذا العلم وأن نسلك سبيل العلم وأن نقرأ ما يرتفع به عن فرض العين ما تصح به الصلاة والطهارة ما يصح به الصيام ما يصح به تصح به الحياة الزوجية الأباء والأمهات يجب أن يقرأوا عن تعليم الأولاد وتربيت الأولاد أصحاب المهن يقرأوا عن مهنهم وأحكامها الشرعية حتى يمارسوها بشكل صحيح يرضي الله سبحانه وتعالى كل وسائل التعليم والعلم الشرعي وغير الشرعي أصبحت متاحة الآن ما علينا إلا أن نسلك هذا السبيل وأن نأخذه بجد وأن نأخذه بطريقة منهجية راشدة لا بطريقة عشوائية فارغة بالرجوع إلى العلماء وإلى أهل الزكر وعند إذن يتحقق فينا فضائل العلم وفضائل العلماء ومنزلتهم في الدنيا وأجرهم وساببهم في الآخرة إن شاء الله ونحن في هذه الحلقة مضطرون أن نرجع إلى المخرج الذي أذين بنهاية هذه الحلقة شكرا جزيلا لكم دكتور في ختم هذه الحلقة أشكر ضيفي دكتور وصف عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية شكر الله لكم في حراسة الله اشتركوا في القناة